اهلا بحضراتكم في تغطية خاصة نتكلم فيها عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات والأيام القليلة القادمة كلنا خلال الساعات الليفاء تتحسين بارتفاع في درجات الحرارة وكمان ارتفاع في نسب الرطوبة فلنقول لحضراتكم انه بتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ان الأيام القليلة المقبلة يستمر ارتفاع درجات الحرارة متتوقع هيئة الارصاد الجوية ان يشهد اليوم السلطاء طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وايضا جنوب سيناء وجنوب البلاد حر على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الانحاء كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقبل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة اذا اوضحت هيئة الارصاد الجوية ان البلاد من المتوقع ان تشهد الارتفاع في نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة التقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين اثنين لثلاث درجات مع وجود نشاط الرياح احيانا مساء على بعض المناطق مما يقبل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة وايضا نسبة الرطوبة ليلا نشدت هيئة الارصاد الجوية المواطنين توخي الفضر بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم التعارض المباشر لاشعة الشمس خاصة من وقت الظاهرة وحتى العصر وهي الفترة التي يتم فيها تسليل اعلى درجات حرارة فضلا عن ضرورة ارتداء غطاء الرأس وكثرة شرب السوائل والمرقبات كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ان اخر صور الاقمار الصناعية تشير الى اجواء شديدة الحرارة على اغلب الانحاء تستمر حتى نهاية الاسبوع المفعلي قالت هيئة الارصاد الجوية ان درجة الحرارة ستصل على القاهرة الكبرى لـ 38 درجة مئوية مع ارتفاع نسب الرطوبة والتعارض المباشر لاشعة الشمس مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس كما تتوقع الهيئة ان يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وأيضا استوحل الشمالية ومدن القناة مع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتروح من 2 لـ 3 درجات مئوية كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على الرطب على السواحل الشمالية معتدل ليلة على كافة الأنخاء إذن أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن هذه الفترة تشهد ارتفاع في نسبة الرطوبة تبريكيا نظرا لانتدار منخفض الهند الموسمي على معظم الأنخاء فضلا عن شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية وسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وسواحل الشمالية وأيضا مدن القناة وأوضحت هيئة الأرصاد أن هذه الفترة تشهد نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقرل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا إذن مشاهدين ومتابعين إلى هنا تنتهي هذه التغطية عن أحوال الطقس شكرا لحضراتكم كنت معكم شرؤ أجدي وإلى اللقاء